اعلن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات المستشار نواف عبدالله حمزة عن جهزية اللجان الإشرافية الموزعة على المحافظات الأربع لاستقبال المواطنين الرغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب وعضوية المجالس البلدية وذلك خلال الفترة المقررة من يوم الأربعاء الموافق للخامس من أكتوبر وحتى يوم الأحد الموافق للتاسع من شهر أكتوبر الجاري وكشف المدير التنفيذي للانتخابات أنه تنفيذا لقرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بوضع آلية خاصة للراغبين بالترشح من المصابين فيروس كورونا في ذات الفترة القانونية المحددة تم تحديد آلية تكفل لهم ممارسة حقهم الدستوري بالترشح وحول تفاصيل هذه الآلية قال المستشار نواف عبدالله حمزة إنه يتعين على الشخص المصاب الراغب بالترشح التواصل مع الخط الساخن لحجز موعد مع اللجنة الإشرافية بحسب كل محافظة ومن ثم ملء استمارة الترشح المتوفرة على الموقع الإلكتروني vote.ph بالإضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة وعلى صعيد آخر دعا رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني والمدير التنفيذي للانتخابات المستشار نواف حمزة جميع المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إلى التأكد من مطابقة الاشتراطات المنصوص عليها في القانون فضلا عن التأكد من وجود كافة المستندات المطلوبة إرفاقها مع طلب الترشيح ولفت إلى أن الطلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية تقدم في اللجان الإشرافية التابعة لكل مرشح حسب المحافظة وذلك من الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء خلال أيام فترة الترشح وأشار إلى أنه بإمكان المترشيحين لعضوية مجلس النواب دفع الرسم المقرر في هذا الشان لدى وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف كما يمكن لطالبي الترشح للمجالس البلدية دفع الرسم المقرر لدى البلدية حسب كل محافظة فضلا عن إتاحة دفع هذه الرسوم من خلال اللجان الإشرافية علما بأن فترة عرض قوائم المترشحين وتلقي طلبات الاعتراض لمترشحي مجلس النواب والمجالس البلدية ستستمر لمدة ثلاثة أيام من العاشر من أكتوبر وحتى الثاني عشر من أكتوبر وذلك يكون يوم الخامس عشر من أكتوبر هو آخر يوم لفصل اللجان الإشرافية في طلبات الاعتراض ويكون يوم الثامن عشر من أكتوبر هو آخر يوم للطان على قرارات اللجان الإشرافية أمام المحكمة المختصة والتي يتعين عليها بمجب القانون الفصل في الطعون حتى يوم 25 أكتوبر حيث سيتم إعلان الجداول النهائية للمترشحين في يوم 26 أكتوبر